موسيقى المصري اليوم الصفحة الثالثة أزمة برلمانية بعد إعلان الحرية والعدالة ترشيحاته لليجان مجلس الشعب الشروق الصفحة الثالثة أبو الفتوح يطالب الإخوان بالكشف عن التمويل والأعضاء المصري اليوم الصفحة الثالثة نور فرحات يستقيد من الاستشاري ويؤكد عملنا بلا طائل الأخبار الصفحة الأولى العسكري يوافق على قانون الانتخابات الرئاسية بعد تعديله لأنا عايزة عرف تحديثة كذا خطت آه طبعا الأخبار في الصفحة الأولى الإفراج عن مايكل نبيل يلا نبدأ على طول مجردة المصري اليوم الصفحة الأولى والثوار في معركة التحرير الثورة النهاردة 25 يناير 2012 في عام مر على اندلاع وانطلاق ثورة 25 يناير النهاردة الناس موجودة في الميدان من بالليل الحقيقة وفي مطالبات محددة الإسراء بنقل السلطة للمدنيين ومحاكمات عادلة وناجزة لرؤوس النظام السابق وطبعا احنا بنصف أو حتى مجلس الشعب مبارح شفنا أعضاء المجلس الشعبي بيصفوا هذه المحاكمات بالهزلية وشايفين حالة من حالات التباطو وبعدين احنا عايزين مصلح ما جرى في خلال هذا العام من اللي أنا قدر أسميه وأنا مرتاح جدا الإدارة الملتبسة للبلاد والتخبط والحقيقة أنا لما نصل جميعا إلى أن هناك إدارة ملتبسة وتخبط ده لا يعني أن القائم بإدارة شفون البلاد هو سيء أو أنه يقصد ذلك ولكن ربما لأنه غير مؤهل لذلك ولكن لما أنا أوصل إلى أن فيه تخبط وفيه حالة من حالة الالتباس يبقى الأولى بيه أن أنا أصحح وعلشان كده النهاردة شايفين تحرير الثورة فيه عام مضى فيه كشف حساب لازم نقدمه جميع القوى السياسية موجودة في الميدان البعض أتى ليحتفل البعض أتى لاستكمال أهداف الثورة البعض سوف يذهب إلى دعم وتأييد المجلس العسكري في ميدان العباسية في كل الأحوال هذه هي الديمقراطية التي نعيشها وفي كل الأحوال الجميع يتطفق على استكمال الثورة من وجهة نظري فيحنا شايفين قوى سياسية نحن لسنا هنا للاحتفال ولكننا هنا لاستكمال أهداف الثورة وشايفين قوى سياسية أخرى بتحدث تحديدا عن الإخوان المسلمين بيتحدثوا عن أننا هنا للاحتفال والمساعدة في تأمين الميدان وهناك تعليمات لأبناء الجماعة بمغادرة الميدان بحلول السادسة مساء وأن السبيل لاستكمال الثورة هو تحت القبة البرلمانية هذه هي وجهات النظر الموجودة في كل الأحوال والمطالب الموجودة هل هي تسليم السلطة للمدنيين تسليم السلطة والإسراء بالإفرادات الرئاسة والإفراج عن المعتقلين على زمة قضايا سياسية واللي موجودين المدنيين الذين تمت محاكمتهم محاكمة عسكرية وإصدار عفو عام عنهم دي من ضمن المطالبات الحياة الكثيرة اللي موجودة ولكن الأهم أيضا هو أنا شايف أن النهاردة هو عيد حقيقي للثورة وتأكيد على استكمال أهدافها وفي نفس الوقت على سلميتها وعلى إبهارها للعالم كله وشايفين مصارين متوازين شايفين ميدان وشايفين برلمان كان في حديث كتير جدا ضار في الفترة الأخيرة هو مين اللي هيلغي مين شرعية البرلمان هتلغي شرعية الشارع وعلى شرعية الشارع هتلغي شرعية البرلمان الحقيقة أنا شايف وأنا كنت أبقى راهن على ده الحقيقة طول الوقت أنه الاتنين هيكملوا بعض لأن الشرعيتين في النهاية خالص يعني منبثقتين عن بعض يعني أن مجلس الشعب ده جاي من الشارع والشارع هو الجيد الشرعية لمجلس الشعب إنه هو اللي اختاره فبالتالي لا سبيل لتعارض المصارين أو الشرعيتين خلينا نروح لجريدة الشرق ويمكن خطاب السيد المشير حسين تنطوي مبيرة خطاب جيه يمكن في وقته ما بين مؤيد وما بين معارض فخلينا نعرف وجد نظرك في الخطاب مبيرة يعني الخطاب في كل الأحوال هو يعني جيد وإحنا شايفين التوقيت هو حتى صدر شوية بعد بداية جلسة مجلس الشعب مبارح وكان فيها من ضمن المطالبات هو إلغاء قانون الطوارئ و إنشاء أو تأسيس لجنة لتقصي الحقائق في أحداث ثورة 25 يناير وأحداث محمد محمود متعلي ومسفير ومسفير ومجلس الوزراء وكان فيه تأكيد من النواب الحقيقة على فكرة أن الحساب قد جاء أنا مبارح أطلق عليه يوم الحساب إنه كان فيه مطالبات بمحاسبة نظام مبارك ورغوص نظامه وكل ما انتسبب في إهدار قطرة دم واحدة على مدار الشهور الماضية أيا كان هم فعلا طلبوا وزير دخلي الأسبق ووزير السحة كان فيه أمور كثيرة جدا تتعلق بحقوق المصابين والشهداء ولكن أيضا أنا عجبني جدا الحقيقة من معظم النواب وأنا بشيد الحقيقة بالأداء البرلماني الموجود من جميع النواب ممكن تاني جلسة كانت فعلا جلسة من المصابين كانت جلسة محترمة جدا وكان فيها رؤى واضحة جدا إذا كنا بنتكلم على حقوق المصابين والشهداء يبقى لازم الأول نتكلم على قانون الطوارئ أو حالة الطوارئ اللي هي تم استخدامها مما أدى إلى إسقاط مزيد من الشهداء والمصابين خلال الفترة الماضية وبالتالي كان هناك مطالبات لإلغاء حالة الطوارئ النقطة التانية هي إزاي بنتحدث عن حقوق مصابين وشهداء ونحن لا نتحدث عن القصص وبالتالي كان هناك حديث قوي جدا عن القصص ومحاكمات المطالبة محاكمات سياسية علشان طبعا وصفوا أيضا المحاكمات بالهزلية والنحية التانية هي فكرة إن المسألة لا تتعلق بإن أنا أدي تعويض أو إن أنا أشغل المصاب أو إن أنا أوفر شقة لأسرة شهيد أو إن أنا أطلق اسمه على مدرسة أو على شارع ولكن يجب أن يكون ذلك أن نتعلم معه لأنه حق وليس مجرد يعني حاجة أو منحة بتديها الدولة وكان باين كمان إن كان فيه قصور جدا في أداء مجلس الخاص بأسر الشهداء والمصابين وإن كان فيه بيروقراطية كثيرة عرضت هذه الأمور جميعا في كل الأحوال جاء خطاب المشير تنطوي ليشيد بالثورة المصرية ويشيد بشباب الثورة وهو كمان طالب شباب الثورة بالتجمع فيه اتلاف أو في حزب سياسي ما أو مظلة ما علشان يقوموا بالدور المتوقع منهم ده الحقيقة كان طلب جيد جدا وفي نفس الوقت أعلن إنهاء حالة الطوارئ اعتبارا من صباح اليوم الأربعاء أفن فيه ناس ألآن أن حالة الطوارئ تتلغي النهاردة بزيت لأن فيه ناس متخوفة طبعا من اللي إحنا بنسمعه وناس كتيرة حتى أفرع محلتها والناس ألآنة وخايفة وفكرة الإشعاعات العمالات تطلع هيفتحوا السجون تاني ده مش عارفة إيه اللي هيحصل فهيني سألها يقولك تابلت توقيت تبزيت يعني الناس معزورة ولكن برضو خلينا نحط أنا حب دائما نحط كل حاجة في السياقها الطبيعية أنا النهاردة تم إعلان هذا اليوم أجازة رسمية ده صحيح أنا إيه اللي هيدفعني إن أنا أنزل من البيت أو إن أنا هفتح المحل بتاعي وبالتالي معظم الناس النهاردة اللي موجودة في البيت أو اللي آخر المحل بتاعها هو قريب يوم أجازة يعني لكن الموضوع ما روش علاقة قوي بالخوف أنا واحد من الناس لما كنت هنا الأسبوع اللي فات قلت أنا ما عنديش أي قلق الحقيقة من اللي ممكن يحصل المهاردة لأن فيه التزام بسيناريو السلمية وسلميات السورة إذا كان فيه عناصر بتدعو إلى ذلك فأعتقد إن السور كافلين إن هما يسيطروا على هذا العمر في كل مرة بنشوف إن القوات المسلحة والشرطة بتترك الشوارع والميادين وبتذهب إلى المناطق الحيوية لتأمينها وده شيء مشروع جدا الحقيقة ومن هنا كان برضو إن إلغاء حالة الطوارئ إلا في حالة البلطجة سأني نوع من البلطجة ولكن هو ده بقى السؤال أنا كنت أتمنى إن بيانسية المشيرية تطرق إلى هذا الأمر تحديد لما هو البلطجة بالضبط وعشان كده حتى الإدارة الأمريكية مباركة الخارجية الأمريكية في على لسان المتحدث باسمها طالبت بتوضيح إيه هي البلطجة دي أو إيه هي عمال البلطجة أعتقد إن ده كان يجب أن يكون موجود حالة الطوارئ أمس ربما جاء متأخرا وربما كان يفترض أن يكون قبل ذلك فكل الأحوال نجيب أن نشيد بالقرار أنه تم إلغاء حالة الطوارئ ده صحيح طيب خلينا نروح لجالية الشوء البرلمان المصري في صحافة العالم بداية فوضوية يمكن بس ما ندرش ننكر إن إحنا كمصريين دلوقتي بجد لو عادت على إيه أهوة أو في أي مكتب أو في أي شارع ناس مهتمة جدا إن هي تشوف الجلسة الأولى لمجلس الشعب والجلسة التانية حتى لو الجلسة الأولى فيها شوية فوضوية بس إحنا بنتعلم أشوف يعني أنا عايز أشوف الراجل اللي أنا رحت حطيت صوتي في الصندوق علشان اختاره ده بيعمل إيه أو حتى شكله إيه على الشاشة يعني ولكن في كل الأحوال إن إحنا زي ما إنتي تفضلت وقلت إحنا في سنة أولى ديمقراطية وبعدين اللي حصل في الجلسة الأولى في البرلمان يعني بعض الناس اعتبرت إنه يعني حاجة غير عادية وإنه إيه اللي حصل ده وإزاي با يحصل له كده ولكن الحقيقة إنه إحنا لما نشوف البرلمانات الأخرى يعني فيه برلمانات بتوصل لحد القصف والتراشق بالأحزية بالأحزية يعني شايفين بتشوف حاجات كثيرة جدا وشد شعر وضرب وأموري بعدنا القناة دلوقت إن إحنا نتابع فيها جلسات مجلس الشعب بالضبط الجلسات مجلس الشعب أنا أعلم تماماً اللي أنا بقوله قبل ذلك كانت معدة سلفاً والله الجد حقيقي حقيقي وأنا التقيت بعدد كبير جداً من بعض المصورين والصحفيين اللي كانوا بيعملوا داخل البرلمان وكانوا بيؤكدوا على حاجة جميلة جداً إن بعض الناس أنا مش عايز أقول أسماء من الحزب الوطني القيادات في الحزب الوطني المنحل كانت بتيجي وتقول بقى بص أنت هتيجي وتكلم بعض المصورين بتوع الفيديو ويمكن الكلام ده ممكن زملائكم في التلفزيون يقولوه إن هما كان يجي يقولوا إيه بص بقى أنت هتيجي عليها لقطة ميديم في الأول خالص عشان أنا هطلع أتكلم أقول كذا وبعدين هيقوم هنا بتاع المعارضة سيناريو يعني سيناريو معد سلفاً إن كانت مسرحية سيئة جداً يكفي نواة كان برلمان موافقون صح وأن كان لا صوت يعلو فوق صوت الحزب الوطني والمجلس سياد قراره والمجلس سياد قراره وعمور كثيرة جداً إحنا شفنا في بداية الجلسات يعني النواب السلفيين كانوا مصرين على فكرة إيه بما لا يخالف شرع الله لدرجة أن في واحد منهم غلط وقال بما يخالف شرع الله وده موجود حتى على اليوتيوب وموجود كل كلام ده والبعض الآخر أصر على فكرة أو على أن أستكمل أهداف الثورة ده صحيح تمام؟ والله بما لا يخالف شرع الله باستكمل أهداف الثورة لا يتعلق بأدائك ولا يتعلق بقسمك ده صحيح تمام؟ ورينا هتعمل ده إزاي؟ المشادات اللي حصلت يعني أنا برضو شايف أنها طبيعية جدا وفي ناس بالمناسبة أول مرة يبقى عضو مجل الشعب يعني في ناس آه يا عندها خبرة وعندها حنكة وشفنا حتى يعني شفنا الكلام ده في أول جلسة واحد زي النائب مصطفى بكري مثلا كان بيتعامل إزاي واحد زي أبو العز الحريري والذي يكون مشرفنا النهاردة بتعامل إزاي دي ناس عندها خبرة برلمانية كافية وبالتالي هو عارف وبيعمل إيه كويس جدا الباقي طبعا لسا لسا موضوع جديد لسا موضوع جديد بس أنا حاسة إن وجودهم حتى في البرلمان عامل توازن شوية ده مهم طبعا مهم جدا إن حتى الليبراليين اللي الناس كانت الآن أنا مبقاش ليهم صوت بالعكس صوتهم كان واضح في البرلمان كله كله أنا أنا يعني زي ما بيقوله إيه الجواب يبان من عنوانه صح تمام زي ما احنا بنتكلم على الإعلام أنا بالنسبة لي الصحيفة المحايدة هي الصحيفة اللي أبص في الصفحة الأولى بتاعتها ألاقي الرجل البسيط ألاقي المسيحي ألاقي المسلم ألاقي السني ألاقي الشيعي ألاقي فيها كل الأطراف اللي موجودة أنا لما بصيت على الشاشة علشان أشوف أول جلسة للبرلمان ألاقي فيها كل الأطياف وده كان شيء مهم جدا الحقيقة وهذا البرلمان يمثل قطاع عريض جدا من الشعب المصري ونحن نعلق عليه أمال كثيرة جدا الأداء بتاعه والحقيقة كان أداء ممتاز جدا مبارح وأول مبارح في بعض المشاكل يمكن ده متعلق بالخبر اللي بعد كده وهو أزمة برلمانية بعد إعلان الحرية والعدالة ترشيحاته للجان مجلس الشعب نحن نشايفين حزب الحرية والعدالة أصبح ممثله هو رئيس المجلس الدكتور محمد سعد الكتاتني والآن أعلن ترشيحاته على جميع لجان مجلس الشعب كان في حالة من حالات التوافق قبل بدء الجلسات أن نحن نوزع هذه اللي جان بين الحرية والعدالة وبعض الأحزاب الأخرى يبدو أن هناك خروج على فكرة التوافق ومن هنا رأى بعض أحزاب المعارضة والمستقلين أن نحن لن نشارك في انتخابات اللي جان لأن هذا يعتبر مصرحية برضو هزلية والبعض وصف الحقيقة الوضع بأنه إعادة لإنتاج الحزب الوطني بكل آلياته في السيطرة على لجان البرلمان كيف سيخرج حزب الحرية والعدالة لأدراع سياسية لجماعة الإخوان المسلمين من هذا المأزق أعتقد أن هم عندهم وعي كافي جدا وأن هم هيسيبوا الفرصة الكافية لجميع القوى أن تكون ممثلة في جميع اللجان علشان يبقى برلمان حقيقي في المعارضة وفي يعني هيبقى برلمان شارس جدا ودعنا فكرة في مصلحة الديمقراطية مش ضده بريتمنى بس عشان زي ما قلت قبل كده ما يبقاش مكتب يعني مكتب لجنة سياسات يبقى مكتب الإرشاد لا ده مش مش هحصل جريت الشروق والصفحة الثالثة أبو الفتوح يطالب الإخوان بالكشف عن التمويل والأعضاء تمام المرشح المحتمى لرئاسة الجمهورية عبدالله عبو الفتوح كان في زيارة إلى حزب المصري الاجتماعي وتحدث عن جماعة الإخوان وقال إنه بينتمي إلى فكر الإخوان المسلمين ولكنه كان السبب الرئيسي في اعتراضه على أدايا الجماعة يتعلق بيئة الشفافية وعدم الكشف عن التمويل ونشاطات الأعضاء وبالتالي هو بيطالب الجماعة بيألكشف عن هذه الأمور لكي تكون واضحة للرأي العام ولكن أنا أضيف على كلام دكتور عمنا مفتوح أن أنا أرجو أن الإخوان والسلفيين والجميع وأن يعرض ذلك في شكل تقرير تقرير رسمي أو تقرير يعني منفرد من كل حزب أو من كل طيار ويتم عرضه في وسائل الإعلام علشان الناس تبقى متطمنة وعارفين كويس إحنا ما نتعامل مع مين طيب خلينا عشان الخبر ده متأهلي مهم جدا مصدر نور فرحات يستقيم من الاستشارة وأكد عملنا بلا طائل من البداية خالص طبعا إحنا أمام استقالة الدكتور محمد نور فرحات أرفقيه دستوري وأمين عام المجلس الاستشاري وأنه يعني استقال باستقالة مسببة وجه إلى المجلس الاعلى للقوات المسلحة وقال إن احنا عملنا بلا طائل ولكن تعالوا نرجع للبداية خالص هو ما هو دور المنط بالمجلس الاستشاري هل هو يعني دافعه جدا في الوقت الحالي احنا كنا بنقول إن تشكيل المجلس بحد زاده تؤخر وكان يفترض أنه يحصل بعد تناحي الرئيس مبارك أو بعد 11 فبراير على طول ولكن ده تأخر ده رقم واحد رقم اتنين هو استشاري في بعض القوانين التي سوف يعرضها عليه المجلس العلى للقوات المسلحة وفقا لكناة دكتور محمد نور فرحات إنه منذ إنشاء المجلس وحتى الآن تم عرض قانون واحد فقط على المجلس الاستشاري فيما تم عرض باقي القوانين بشكل مباشر على مجلس الوزراء والنهاردة وبعد ما تم الإعلان عن نقل السلطة التشريعية إلى مجلس الشعب فأعتقد أن الجزء الخاص بالتشريع القوانين أو بإبداء الرأي في القوانين أصبح لا علاقة له إطلاقا بالمجلس الاستشاري النحية الثانية هي التوافق الوطني في لجنة وفي اجتماعات التوافق الوطني يقودها الدكتور حسن نفعة والستاذ العلم السياسية وجامل القاهرة وعضو المجلس الاستشاري والإخوان المسلمين الممثلين في حزب حرية العدالة قاطعوا هذه الاجتماعات وبالتالي حتى الدور الثاني المفروض يقوم بيه المجلس الاستشاري وهو التوافق الوطني أصبح محل شك أو أنه مش حيقوم بدوره كما يجد وفي النهاية خالص هو استقال باستقالة مسببة وقال فيها أن احنا مش بنعمل حاجة لأن خلاص يعني احنا مهما عملنا أو مهما وصلنا صوتنا مش هياخد البراء بالزبط فأنا بس أنا كل رأيي أنه من البداية خالص المجلس الاستشاري دوره ما كانش مزبوط وأن السبب الرئيسي لاستقال الدكتور محمد نور فرحات هو أن المجلس الاستشاري أو أن المجلس على القوات المسلحة لم يصدر من خلال المجلس الاستشاري المواصفات أو الإعلان الدستوري الخاص مواصفات اللجنة التأسيسية إلى عتدع الدستور وهو متخوف من أن البرلمان الحالي بالأغلبية اللي بيشكلها الطيار الإسلامي تساهم في إعداد الدستور وبالتالي يكون فصيل سياسي واحد هو الذي سيطر على إعداد الدستور يحكم البلاد ككل طيب إحنا وقتنا خلص بس أنا أعايز أخذ آخر خبرين سريعا تمام الإفراج عن مايك النبيل طبعا هنشفنا البيان رقم واحد المجلس على القوات المسلحة واللي أعلن الإفراج عن 1955 من المواطنة ومن هو مايك النبيل وكان من هو مايك النبيل فتم الإفراج عن مايك أمس وطبعا مايك كان متهم ب يعني الأساب وقصف المؤسسة العسكرية ولكن تم الإفراج عنه بعد عشر شهور خلف القطبان الخبر الثاني الحقيقة هو الخاص ده جاي في الأخبار والأخبار بتقول أن المجلس على قوات المسلحة وافق على مشروع قانون الانتخابات الرئاسية وتم إصدار مرسوم القانون نشوف الجريدة الرسمية بعد الاستجابة لتعديلات الأربعة لطلبتها المحكامة الدستورية العليا من ضمنها أن ممكن نائب رئيس المحكامة الدستورية العليا يبقى هو رئيس اللجنة العلية لانتخابات الرئاسة في حال تغيب رئيس المحكامة الدستورية لسبب من الأسباب وأن الأحزاب من حقها ترشح أحد أعضائها إذا تغيب أحد أعضائها للرئاسة في حال غياب مرشحها للوفاء أو العزر القاهري وأيضا منح اللجنة الرئاسية حق وضع ضمانات وقواعد توكيلات الناخبين المرشحين في الشهر العقاري ومنح اللجنة الرئاسية حق وضع ضمانات الكافيرة بضمان عدم إدلايا الناخب بصفوط أكثر من مرة وطبعا استخدام الرقم القومي والحبر الفصفوري ولكن أنا هنا بس هل سوف يتم عرض هذا القانون على مجلس الشعب في الدورة البرلمانية الحالية أعتقد أنه لازم بما أننا عندنا البرلمان وعندنا أعضاء مجلس الشعب يجب أن يتم عرض هذا القانون علشان تنظر كمان فيه وتبدي رأيها في هذا القانون لأن انتخابات الرئاسة أعتقد أنها سوف يكون لها دور كبير جدا في إتمام هذه المرحلة الانتقالية على خير وننتهي من هذه المرحلة ونبدأ فيه بناء مؤسسات الدولة بالشكل الذي يجب أن تكون عليه مصر بعد طورة 25 يناير في نفس الوقت أنا متوجه بخالص الشكر والتقدير لكل من ساهم في هذه الثورة ولكل من سيساهم في استكمال أهدافها وأتوجه بشكر خاص وتحية خاصة وتقدير إلى كل أسر الشهداء والمصابين وكل من سالت دماغ الطهرة على أرض هذا الوطن في سبيل رفعته وتحقيق أماله وطموحاته شكرا جدا محمد على وجودك معنا النهاردة ونستكمل مع بعض باقي فقرات نهارك سعيد فخليكم معنا ترجمة نانسي قنقر